مصطفى أحد مربي الطيور والمشاركين في فعالية أجمل طائر في عدن أحب تربيط الطيور حين كان طفلاً ثم اتخذها مهنة يتكسب منها وتعينه على متطلبات الحياة فهو يربي الطيور ويبيعها لتنشر رسالة السلام التي يؤمن بها نحن من المربين ومن بايعين داخل السوق حق الطيور بالشيخ عثمان منطقة السيلة ونحن نأمل أنه يكون هناك من المربين الذين طيور ومعانا أنواع عدة من الطيور معانا الكوكتيل والفيشر والبقاوات ومعانا نوع من أنواع الدقائق المفوش والسلكي والمفروض أنه يعني ينشقع الناس على تربية مثل هذه الحيوانات الأليفة بلغة الحب للحرب السلام للاستسلام وقيمت فعالية أجمل طائر في مدينة عدن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها والتي استمرت ترتيب لها على مدى ثلاثة أشهر لم تحظى بحضور اللافت لكنه يعد حضورا لا بأس به بحسب القائمين عليها نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وضوف المواطنين الذين أرهقتهم معويقات الحياة وغيبتهم عن أوجه جمالها هي كفعالية لأول مرة تقام في عدن هو شرف عظيم يعني وكبير بأنك تكون متواقدة في فعالية مثل هذه الفعالية لتعدى الأولى في عدن الكل اللي عارف أنه في عدن في أشياء كثيرة في عندنا متنفسات وفي عندنا أنشطة متنوعة ولكن ما فيش حد تبادر على دهنوء بأنه بتكون في فعالية لأول مرة لأفضل طائر في عدن طبعاً لما نأيت وتفاقعت بأنواع الطير والأصناف اللي موجودة كان كثير جهال إنه موجودة في كل بيت داخل عدن أو حد يربي مثل هذه الأصناف ما كانش حد عارف بس الكل اتفاقق وشاف إنه فيه أنواع للحمام وفيه أنواع كان للدرار فيه أنواع مختلفة وجود مثل هكذا فعاليات ومثل هذا الحضور هنا يؤكد أن عدن مدينة سلام وأمل وأن أبنائها سيظلون على الدوام ينشدون الحياة للموت